سبع سنوات عجاف سبع سنوات من الحرب والصراع المسلح الذي لم يترك في اليمن محافظة أو مدينة أو قرية إلا وأصابها ببعض تداعياته حتى باتت الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأكبر والأسوأ في العالم بحسب وصف مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية ولعل من أبرز أوجه المعاناة في اليمن معاناة النازحين إذ أصدرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة الشرعية تقريراً كشف عن قدر هائل من المعاناة التي يقاسيها النازحون في البلاد وبحسب التقرير فإن اليمن به نحو ثلاثة ملايين نازحة يعيش أربعمائة ألف منهم في مخيمات تفتقر إلى أدنى مقومات العيش والخدمات الأساسية والرعاية الصحية الأمر الذي حولها إلى مرتع للأمراض والأوبئة التي تفتق بالنازحين إذ تنتشر الأمراض الجلدية والمعاوية المختلفة بين سكان المخيمات لأسباب يأتي من بينها عدم توفر مياه الشرب لنحو أربعين بالمئة من النازحين في المخيمات بينما لا تتوفر المياه المجانية لما يقرب من ستين بالمئة من مخيمات النزوح وليس النازحون المقيمون في منازل بأحسن حالا من نظرائهم في المخيمات فبحسب التقرير الحكومي فإن سبعة وخمسين بالمئة من الأسر النازحة في المنازل يحتاجون إلى مياه صالحة للشرب وثمانية وأربعين بالمئة منهم يفتقرون إلى مياه الاستخدام المنزلي كما أن نحو ثمانين بالمئة من هؤلاء يعانون من انعدام الأمن الغذائي ما يجعلهم في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية التي تخضع عملية توصيلها إليهم لتطورات المعارك على الأرض ومدى نجاح الضغوط الدولية في إجبار ميليشيا الحوثي الموالية لإيران على السماح لقوافل الإغاثة الدولية بالوصول إلى محتاجها يحدث ذلك بينما المجتمع الدولي يكتفي برعاية محادثات طويلة الأمد لم تثمر حتى اليوم عن تغيير ينعكس إيجابا على الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني متجاهلا حقيقة أن وضع حد لجرائم ميليشيا الحوثي وداعميها في إيران كفيل بإنهاء معاناة الشعب اليمني